بنصبح عليكم مرة تانية والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم ولكن خلونا الأول نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت مبارح كان أبرزها اجتماع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل متابعة تطورات العمل في سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا واللي بتقوم مصر بالإشراف على بناءه كمان أيضا عندنا مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام اللي بتقوم الحكومة المصرية بالإشراف عليه في مدينة سانت كاترين مبارح كمان الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات بالأسكندرية اي جي سي وده بعد تعرضها لأزمة مالية كمان في البرصة المصرية مصانع الأعلاف بدأت تسجيل عضويتها للسلع للحصول على الذرة الصفراء في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطلاع على تطورات سير العمل في سد جوليوس نريري لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا واللي بيعد أطخم مشروع تنموي بيتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وبيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليا بالبلاد وكمان اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في سينا وجه سياته بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصداً عالمياً للزائرين من شتى أنحاء العالم انبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإغلاق مدرسة كلية النصر للبنات EGC بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة كلية النصر للبنات بشكل طبيعي مع انتظام حضور كل من المعلمين والطلاب دون معوقات انبارح بدأت البورصة المصرية للسلع في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع وده يمكنها من شراء الزرى الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الزرى الصفراء المشترى لعلف دواجن اشتركوا في القناة